اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ان الاهتمام بدمج الطلبة المصابين بالتوحد جاء تجسيدا لما نص عليه دستور مملكة البحرين وقانون التعليم بان التعليم حق تكفله الدولة للجميع بمن فيهم ذو الاحتياجات الخاصة مؤكدا سعادته ان دعم القيادة الحكيمة اسهم في توفير كل متطلبات نجاح هذه التجربة والتوسع التدريجي في تطبيقها من كوادر تربوية مؤهلة وصفوف بمواصفات خاصة وبرامج اكاديمية وسلوكية واجتماعية متطورة مشيدا بجهود المختصين بالوزارة والمدارس واولياء الامور فيما تحقق من نتائج مشرفة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين حققت إنجازا مشرفا في تجربة دمج طالبة ذوي طرابات التوحد في المدارس الحكومية إذ ارتفع عددهم من 11 طالبا وطالبة في عام 2010 في ثلاثة مدارس إلى 72 طالبا وطالبة هذا العام في 12 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات نجح 20 طالبا وطالبة منهم في الانتقال الكلي من صفوفهم الخاصة إلى الصفوف العادية نتيجة ما حققوه من نقلة نوعية أكاديميا وسلوكيا واجتماعيا في الواقع اليوم ما تم هو إنجاز لوزارة التربية والتعليم بفضل الدعم الذي تجده من قيادة بلدنا العزيز يحفظ الله ويرعاها هذا اليوم هو ذكرى عالمية ويوم خاص بهذا النوع من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التوحد واليوم ما شاهدته هو يؤكد نجاح الذي تم تحقيقه من خلال دمج 20 طالب وطالبة في المدارس وزارة التربية والتعليم إضافة إلى ما يتم تقديمه في صفوف خاصة لباقي الطلبة من هذه الشريحة وإن شاء الله وزارة التربية والتعليم مقبلة على التوسع اليوم الحمد لله شفنا طلاب وطالبات حققوا نتائج مشرفة من خلال دمج وداخل المدارس وهذه مناسبة أن أشكر كل القائمين على هذا الخيار المهم لوزارة التربية والتعليم الذي يؤكد سياسته بتقديم أفضل خدمات التعليمية فشكر للزملائي في الميدان التربوي في وزارة التربية والتعليم وقبل ذلك شكر خاص لأولئة الأمور الذين وثقوا في وزارة التربية والتعليم واليوم الله الحمد نحقق معاهم هذا الإنجاز من خلال التوسع في سياسة الدمج وأيضا الدمج خلف الصور مع باقي الطلبة فأسأل الله تعالى للجميع دوام التوفيق وكل ما يقدم إن شاء الله يكون في موازن الحسنات وأشهد الوزير التربية والتعليم خلال احتفال الوزارة السنوي الخامس بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتوحد تطبيق عدد من البرامج التعليمية المقدمة للطلبة والطالبات في صفوف التوحد مثل برنامج تطوير التواصل الاجتماعي واللغوي باستخدام الصور وبرنامج تعزيز السلوكيات الإيجابية وتعميمها في المواقف الاجتماعية وبرنامج تنظيم الوقت عبر استعمال الجداول المصورة كما حضر جانبا من جلسات التخاطب الهدفة إلى تقوية الجانب اللغوي لدى الطلبة مؤكدا أن الهدف من هذه البرامج هو تأهيل الطلبة للدمج الجزئي ومن ثم الكلي في الصفوف العادية فضلا عن دمجهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة الحمد لله أننا أربع معلمات وخمس طالبات طالبة مدموجة كلي وتفوقت الحمد لله بالصف الأول وطالبة مدموجة جزئي والحمد لله هي بالجزء الأخير إن شاء الله راح تندمج بداية السنة الجديدة بالصف الأول كامل الخدمات التي تقدمها وزارة التربية خدمات واضحة ورائعة لتخدم هذه الفئة الحمد لله صار في وعي بالمجتمع عن التوحد والطرابات التوحد صار في عنا دمج كلي دمج جزء إلى الطلاب مدموجين كامل بالمدارس في طلاب والحمد لله وصلوا مراحل ممتازة طبعا بجهود الجبارة لوزارة التربية والتعليم بخدمة هذه الفئة وبعد ذلك زار الوزير إحدى الطالبات التي تم دمجها كليا مع عقرانها في أحد الصفوف العادية مثنيا على نجاحها في تجاوز ظروفها الصحية والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة دراسيا ثم زار حديقة المدرسة واطلع على انتاجات الطلبة في إطار مشروع بدرة عطاء الزراعي لذوي الاحتياجات الخاصة طبعا البحرين ممكن تكون حديثة العهد في اللهية التوحد أو اضطراب التوحد بس التطور ملحوظ جدا 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 في رعايتها إلى هذا الاضطراب وزارة التربية مشكورة فتحت كذا صف إلى اللي هو دمج الأطفال إلى الصفوف العادية بنتي بسرعة ضمت إلى هذه الصفوف وأبدت اهتمام جدا كبير وملحوظ جدا جدا ولاحظت هذا الاهتمام من لدى الوزارة والوزير مشكور جدا بهذا الشيء والحمد لله يعني أنا لاحظت فيها هوايد تطورات واستفادت يعني وندمجوها مع صف يعني في الاندماج بشيء يعني بس الحمد لله يعني لاحظت فيها هوايد تغيرات تحسنات وتندمج مع الأطفال يعني والفضل كلها بمدرسات المدرسة وتطبق وزارة التربية والتعليم مشروعا لدمج دول احتياجات الخاصة بجميع فئاتهم بمن فيهم طلبة التوحد يستفيد منهم مئات الطلبة والطالبات في 75 مدرسة للبنين والبنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر